وحلقة من العيار الصخير وكل زروف المحيطة اللي حصلت دي أعتقد أن اليوم كل الشوك و thinks أن لا إستقدار لم يقف يستطيع وهو الأهلوي مبروك لكل الأهلوية مبروك لكل مصر كلها فرحة مزي يعني مصر كلها فرحة لو الأهلوية بس مصر كلها فرحة يا كبت مصر كلها ولوطن العربي وأفريقيا كله فرحة والله طيب والله كويس طيب اتفاضل يا كابتو مهين رحب بس ب promo رحب بالنجم حلي بالنجم كابتن إكرام ازايك يا حلقة مش مهاасьان25 حلقة النهاردة ملاش حلي مبرووووووووووووووووووووو ايه ايه اخيرا يااخي قلتلك مبروك اعوذو بالله لا الله بقل كتير ما قلتلكش مبروك ما انت قلتلي مبروك على الدوري قلتلي مبروك على الكاس طب مبروك على الاول ولا التالت لا ده حزيرنا بقى ايه نتكلم في الموضوع دوت باسلوب تاني خالص ايه هو بقى اولا انا بقى احمد ربنا ان احنا طلعنا الاول مش الرابع انتو مين الاهلي ايه خلاص مش بالرابع ايه لان مفروض ان الانسان لما يتكلم يتكلم بوعي مش اي حاجة يعني على فكرة ايمن كان معايا مبارح ايمن مين ايمن عبد عزيز كابتن ايمن ماله ايمن عشان اقول الرابع وقال انا على فكرة انا كنت يعني لقيت كابتن اكرامي كابتن مصر كده باللفز يعني لقيت كابتن اكرامي كابتن مصر بيقول التالت ولقيت الكابتن اهاب بيقول التالت فقلت انا اقول الرابع اصلا هو كمان غلطان في حاجة اه ما قلت له قال لي ما انا بحفل لا لا بص بص انت متفرجش مبارك مهيب لا اتفرجت طيب لان انا هتكلم برضو في جزئية خاصة بالموضوع ده فضل يعني هو لما قال زمالك برامد طب ازاي زمالك برامد ما انا قلت له كده ازاي انا قلت له كده قال لي ما انا كنت بحفل كده باللفز قال لي انا كنت بحفل ما هو ما ينفعش التحفيل بالشكلة ده ما انت برضو ما انت قلت الزمالك التالت ما هو ده مش تحفيل برضو ان انت تقول الزمالك التالت ايه ماتش الزمالك برامد حل هل يعقل ان انا اطلع اقول ان الزمالك ما جاش انا لو قلت الكلام ده بقى ليه الادب صح مع ان الزمالك ما كانش في حالته في المباراة دي خالص لكن هل اطلع اقول ان الزمالك ما جاش الماتش اقول اهلي برضو ما جاش في ماتش سراميكا اه بص اه بيقولش بيقول ما ينفعش اقول ايه انا بقول برضو ان الاهلي برضو ما جاش في ماتش سراميكا بس احنا اساسا يعني احنا بتوع كورة ولا عيبة كورة الكلام دا يتقال من الجماهير لكن احنا عارفين كواس اول ان احنا نقول ان الفرق التانية كانت احسن النهاردة النادي الاهل ونادي زمالك ما كانش في حالتهم بس انا معاك ان احنا ما نقدرش نقول كده زمالك اللي حضرك بتقوله ما كانش كواس في مطش برامز ونفس الوقت الاهل ما كانش كواس خالص لا يعني انت ما فهمتش كلامي لا لا بقى فهمت لا معالش بس انا بقول لك كلام دا لان في الحلق الكابتن ايمن قال ان الاهل مجاش في ماتش السوبر دي طبعا معلش يعني انا لو قلت ان الزمالك مجاش في ماتش السوبر بان اقليل الادب لان الزمالك لاحترام وفرقة كبيرة وهو الكلام ده وهم القطباء الكرة المصرية والحاجات بكلها فالمفروض ان احنا لما نتكلم لازم نتكلم بشياكة نتكلمش باسلوب يتاخد علينا في السوشيال ميديا عشان ما بقاش ترند لان في حاجات كتير بتحصل مش مظبوطة بس انا يعني بخصوص القصة دي كابتن اكرامي انا متهيقل ان ايمن قال كده كابتن طارق علشان ده رد فعل اللي كان بيتعامل مع الزمالك قبل مرات السوبر الافريك ان الناس كتير قالت نفس اللفظه ونفس الجمل وهو ده اللي اعتقد ان ايمن قال نفس الموضوع زي ما بتقال ان الزمالك مايروحش مايلعبش ده مش هيجيب قاود ده احسن يعود هنا ونفس الكلام برضو تقدر تقول ان الاهل مجاش وما كانش موجود النهاردة ولسه منزلش متطيار يا منصر هل معنى ان في ناس تلقى تقالت الكلام ده انا اردت زال بغبغان لا طبعا مش كده بس في الاخر بوده في الاخر اللي قال بوده كانوا مسئولين وكانوا لعيبة في النادي الاهل يا كابتن اكرامي بس انت تحسبني على الكلام اللي انا بقوله على فكرة كابتن ايمل انا كنت بهزر وابتاعه ما كان بيهزر كنت بهزر وكنت بحف كابتن موصف انا كنت بهزر وكنت بحف يا كابتن موصف معلش معلش فيه جزقية تانية برضو اصححها يمكن حصلت برضو بس هو انت يا كوكي معلش لما انت تقول الزمالك هيطلع التالت في المجموعة ايوة يعني انا كزمالكاوي هرد على حضرتك وانا ايه ده اقولك ايه اقولك الاهلي اطلع الرابع طارق طارق هذا طبيعي هذا اللي حصل مش كده لا اذا ما حصل يا كابتن طارق هو ما انا بقولك اكرامي وميني كامعاتاني كابتن ايمل هو كابتن ايمل انت لما تقول ان الزمالك الاهل الاول سوائم بس الاهل الاول وبرمز تاني وعلى اساس ان البرمز اكسب الزمالك وقابل الاهل يبقى تاني بالضبط ده الوضع ده التوزيف الطبيعي انا وانا يعد في الستوديو كزمال كاوي هارد عليك لا وخلي بالك ولا لازم احفل يا ايدر اقولك الاهلي هيطلع الرابع ايدر لا ايدر عن زمالك واهلي ايدر يا ايدر اسمعني سواء ساني اهاب قول اللي حصل ايه قلتلو رتبلي الاربعة الاربعة راح الكابتن اكرامي قال واحد اثنين تلاتة زمالك خلاص تمام يا اهاب رتبلي الاربعة فرح اهاب قال واحد اثنين تلاتة زمالك كنتموا ايمن رتبلي الاربعة قال لي واحد اثنين تلاتة اربعة الاهلي ده طبيعي بس انا حاجة لا اكتب ده طبيعي يعني انا مهاردة انا وانا قاعد بس مع هذا الكلام مانا لازم اقول الاهلي رئيطلع الرابع هو ده اللي كابتن فهمش حتى لو على سبيل الدعابة على سبيل الدعابة او على سبيل الاسطاد او على سبيل اه بالزبط انا عوز اطلع بابا لا انا زعلان من الاسلوب يا طار لا لا خلاص اعدي تكبتن بقى انت عوز اطلع انت فاكل لسه من اسمالي فات احنا مش فاكلين الجزئية التانية لازم يحصل فيها تصحيح اه خلاص ايه ان انا لما بقول ان الاهلي ليه تلات فروع الاعداد قالك اربعة اه لا هم تلاتة ليه لان المقر الرئيسي ما بتحسبش فرع ايه المقر الرئيسي ده هو ده المقر الرئيسي هي الفروع اللي بتحسب دي حلقة مراجعة صح لا ده حسب تصحيح تصحيح اخطاء تصحيح اخطاء وليست مراجعة تمام يعني انت تغلط في حلقة صحح اللي بعدها لا انت ده بعد اللي بعدها ده بعد اللي بعدها انت اللي غلطتني اكرامي صحح في اي وقت وعش افرك انت اللي غلطتني طيب ماشي حاضر لانه لتلين الاعداد بيقول اربعة احنا بس عزين انت سألت سؤال حلو قوي هو مردش عليه اللي هو قالك انت مبروك على الاول ولا التالت انت مردش لا الاول انت قلت المبروك على الاول ولا التالت فرحان لشريف فرحان لابنك لشريف فلس لكبدك يا راجل ده سألت سؤال صريح والله ما سمعته هو قال لي مبروك فانا عملت ايه اهو جاي مركز في حاجات كده اه هو كاتب ولا كاتب ولا حاجة ولا كاتب ولا حاجة تقريبا حد قال له انت مردتش ليه اهو بالزبط اهو 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 لا كاتب جاي اخ المطار جاي اخ المطار لا انا الحمد لله زكرت كوي اما ترجعه الصلاة تاني ممكن يقولي التالت لا لا يعني هترد عليه تقول له ايه لا طبعا لا لانه مفروض الوضع الطبيعي نتيجة للحالة الفنية بالنسبة للاربع فرق كان برامل سلاسي ميطلع التاني او الاول بأمانة يعني ايه بس انا اقول لك يعني ايه تاني او اول انا بس ليه ارد معيش اردين بص يا جماعة يعني تقدير واحترام البرامل تقدير واحترام السراميكا واي اي نادي في مصر ولكن الزمالك والاهلي لهم طبيعة خاصة يا جماعة فيقول انت يا كابتن اكرام انت لعبت زي اهلي وكنت كابتن نادي الاهلي ووحش افريقيا ووسى مسل الزمالك والبوب طبعا عايش معنا كراجل صحفي كبير جدا واعلامي كبير من ساعة ملعبنا لغاية ما بطلنا الزمالك والاهلي في الملعب مختلفين يا كابتن اكرام حتى لو انت بتلعب مين يعني انا النهاردة بيراميدز كان افضل من الزمال ماكسبش ليه مثلا الزمالك سيراميكا كانت احسن من الاهلي ماكسبش ليه لان هناك قواعد سبتة في كورة القدم الزمالك والاهلي مختلفين لما لبست شرت الزمالك ما لبست شرت الزمالك ده تشرت مرعب لوحده لبست بسود لبست أبيض لبست أحمر لبست أسود برضو مرعب فانت بتكلم فيه قدرات وحالة نفسية للعب المنافس انت كبتن اكرامي كنت كابتن نادي الاهلي لما كان اكرامي بيقف انا لما كنت مثلا بلعب في اي نادي مش في الزمالك لما انفرت باكرامي غير لما انفرت باي حد تاني بكلمة لان انا نفسيا انا مرمت يا كابتن اكرامي فرق أقلم الاهلي والزمالك ولعبت الاهلي والزمالك وكنت بقى لعب في الزمالك وانا في الزمالك بكتش خايف كابتن اللغات اخر ولا بقعب الاهلي بكتش بخايف لكن لما بلاعب فرق لما بمرنا بفرق أقلم الاهلي والزمالك بعمل ايه نمر واحد لازم أدي له حقنا ثقة لو انت قعدت تدي له حقنا ثقة بناء البكرة لما بينفرت باكرامي غير لما يفرد بقى حالس تاني لما يفرد بعد المأمور غير لما يلاعب الزمالي غير لما يلاعب الزمالي حاجات سبتة يا جماعة بيراميز في آخر دقيقة سواني هو خاص التحليم لو تحسب اعترافي اعترافي بأن بيراميز كان أفضل من الزمالي في الماتش سراميكا العظم هو بلما حتى كورة بيراميز الكابتن يقول رأيه هدف كورة متزاكبت وباما سنة بس لاخوة اقوى سيرفر اقوى سيرفرات اقوى سيرفرات في دولة الامارات ما خدش وقت ليه ما خدش وقت ليه مانا بقولك سيرفر سيرفر حجون ده انا ما اقولش رأيه لان الكورة بينه الكورة بينه يا هاب انا شيفه تسلل بينه وانت شايفه ايه تتكلم في التسلل الواضح تماما وخلي بالك هقولك تما هي نفس الحالة بتاعة النادي الاهلي مع الزمالك امبارك لا لا نفس الكنسيبت نفس المسيحة نفس المسيحة ايه انا كنت هتكلم فيها بالنسبة لموضوع التقنية العالية جدا جدا مختلفناش الكورة ديت بعد ما اوباما حطاه ولسه اللاعبة رجعة بتحتفل الحاكم راح مصفر افسايت فاقل من ثلاثين ثانية تمام التقنية عالية جدا طب نرجع بقى ليه الجون بتاع سيراميكا في بيرامدز الجون الاولاني الحاكم قاعد اكتر من دقيقة ونص لغاية ما قالوله لا الكورة مش افصالة عايز تقول ايه عايز اقول ان الكلام اللي بيحصل هنا ما بيحصلش هنا يعني ايه في الكورة بتاعة يوسف اوباما الحاكم ما خدش وقت عشان يقوله ممكن دي اسهل من دي ممكن دي اسهل من دي بيعني بتاع البيرامدز ممكن سهلة بالنسبة لهم طي كابتن اكرامي بيقول ان هدف اوباما هدف صحيح وانت اهاب ده مالحيش اعالية في المية صحيح اوزة تسألوا الواضح اتنين 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 نتكلم بقى في بتاعة الجزيرة